اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعمل كاسب الصعود حرف الضاد الضاد لما تكون مفردة ولما تكون في اول كلمة كأني بكتب نون كده هوا طبعا ما بكتبش نقطة الضاد الجزئية الاخيرة دي بتمثل نقطة الضاد طيب نشوف اتجاهات الحرف أنا ماشي كده وننزل كده وننزل كده هوا وليف بالكاسة بتاعتي ماشي هنا كذلك نفس الكلام كده هوا طيب معانا كمان الضاد دا هي او الصاد دا هي الصاد النازلة برضو زي ما اتكلمنا في السين النازلة اللي جات مع حروف كلمات حرف الجيم وحرف الميم وحرف الهاء وحرف الياء طب نشوف الكلام دا عملي الضاد دا هي مع الجيم الصاد او الضاد مع الجيم او الحاء او الخاء الصاد دا هي مع مين الصاد دي برضو نفس الكلام مع الهاء سواء ان الهاء السابعة او الهاء عين الهرة دا هي ماشي الصاد دا هي مع الهاء مع الهاء كده هوا كده اتضح لنا الجزئية الجزئية بتاعة الصاد النازلة دا هي بنتيجي مع الحروف التحتية اللي زي الجيم والحاء والخاء والميم والهاء والياء طيب عايزين نشوف الصاد الوسطية الصاد الوسطية شكلها ايه شوف معي انا جاي جاي بحرفي 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 مثلا ايوه اطلع فوق واجيب الصاد متركرك ماشي طبعا الصاد لها سنة طيب نفس الكلام مع الضط ايوه انا جاي اهو رب انزل كده اهو لنفس الطريقة دي شوف الاتجاهات كده كده جيب نقول ضاد متطرفة ماشي تبقى اتفاقنا ان الصاد او الضاد النازلة ده ايه بتيجي مع الاربع حروف دول ماشي والتانية بتيجي مع بقية الحروف الهجائية مع بقية الحروف الهجائية طيب نرجع لألمنا الصغير ونكتب بعض الكلمات اللي فيها حرف الضاد وليكن كلمة فضل مثلا ماشي توضيح او وضوح ماشي تصوير تصوير صابر غامض الضاد ماشي ماشي صور ماشي وهكذا ماشي 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 وما تزهجوش وما تيقسوش حتى تصلوا الى المستوى الافضل والاجمل ماشي ونرجو اذا كان في استفادة ان تدعمونا بلايك وشير وندوس اشتراك علشان حلقات توصلنا بالترتيب والى لقاء اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة